عم بيصير بمصر هو إشحاف بحق الفتيات والنساء بالأخص أنه اتخذوا فتيات التيك توك عبرة ليلأنه النساء درس وبالأخص أنه الوضع مثل ما عم نعرف هلأ الانترنت وكل المواقع التواصل الاجتماعي هن سيفزوا حدين يعني النساء عندها أكسسار للفضاء العام وبطل فيه إذا بديك بارير أو حاجز بين الفضاء العام والفضاء الخاص سهول النساء لقوا بمحال حالهم عم بيعبروا عن حالهم بطريقة كتير عفوية وللأسف الشديد اتخذت طريقة كتير سلبية وتأسسوا هالنساء وصبوا جيم غضبهم على هالنساء كأنه أنه خدش الحياة طبع المجتمع المصري ما بيترتب عليه غير كيف الامرأة أو النساء كيف بيعبروا عن حالهم بمواقع التواصل الاجتماعي ما خدشتهم حياة أنه في شيء اسمه الختان أو في شيء اسمه تزويج الطفلات بطريقة بعمر كتير مبكر قاصرات ما خدشتهم حياة عنف ضد المرأة هذا هو الموضوع كتير أخذ ضجة وما كان بده هالأب بصراع ترجمة نانسي قنقر